اشتركوا في القناة امبارح كانت فرحة جميلة جداً لجمهور نادي الاهلي وكمان لمجلس ادارته ولينا كلنا الجميل في المشهد بتاع امبارح في كذا مشهد يعني الحقيقة يعني ناس كتير وزمالي تكلموا عنه بس انا الحقيقة فيه مشهد يهمني جداً عشان نبين الفرق بين النادي الاهلي وغيره امبارح اللعيبة كلها كانت بتحتفل اه بتحتفل ولكن عينهم على مطش الفاينال بتاع افريقيا خلي بالحضراتكم حتى الكلام اللي صدر على النادي الاهلي او حتى اللعيبة وتصريحاتها كابتساد عبدالحفيز الكل بيتكلم لا مبالغة في الفرحة ان شاء الله الفرحة الكبيرة مع فاينال بطولة افريقيا ليه بقول الكلام ده ده الفرق بين النادي الاهلي واي في النادي تاني النادي التاني بيتعامل بالقطعة ولو تفتكروا كنا قلنا زمان النادي الاهلي اه اه مش بيتعامل بمطش خسره النادي الاهلي بيبص دايماً على البطولة والبطولة هي الهدف الاسمة مش المطش عشان كده اللعيبة جهاز فني جهاز اداري حتى الجمهور امبالح عينوا على مطش افريقيا وعايز اقول سبحان الله رب درة النافعة يعني ايه تأجيل بطولة افريقيا شفنا يعني الكتير طبعاً مجلس دارة النادي الاهلي امبالح اللي بتهيألي مفيش حد بفرحتهم يعني بأمانة حاجة جميلة لما تحس ان مجهودك وتخطيطك بينتهي في النهاية بهذا المكسب الجميل واللي حسم قبل كده كمان بكم اسبوع يعني مش بس انت بتحسنه في اخر مباراة لا اخر مباركة احتفالية سبع سابيع يعني يعني انا عايز اقول لكم يعني يعني صعب بتلاقي دوري او الدوري بتحسن بالشكل ده بس خلينا اقول لكم المشهد اللي انا يعني بحب اعلق عليه لما حصل وعرفنا تأجيل بطولة افريقيا في بعض طبعاً الاهلوية وجمهور الاهلي قالك طيب والوضع لا لو فكرنا هنلاقي يعني سبحان الله ده المصلحتنا المصلحتنا ازاي انه انت بتأجيل هزي المباراة عندك وقت كبير جداً ترجع لقمة تركيزة خلي بالك الفرح ده اللي احنا شايفينه والفرحة دي اكيد بتاخد شوية من التركيز ولكن الفترة كافية ان النادي الاهلي يرجع تاني تركيزه خاصة اللعيب عارفين الكلام ده والجهاز الفني عارف الكلام ده والجهاز الاداري عارف الكلام الف مليون مبروك المشهد الحقيقة ده شديني جداً ان فرق البطولة مش دايماً بتفرح بمكسب مطش او بتبلغ في فرحتها ولكن العبرة بالنهايات زي ما بيقول ان شاء الله بطولة افريقيا البطولة المحببة النا كلنا يمكن الدور العام ان شاء الله 42 لقب بطولة افريقيا يعني ان شاء الله باذن الله هي الفرحة الكبيرة اللي فعلاً مش هنان بعديها ان شاء الله الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي الف مليون مبروك لمجلس دورة النادي الاهلي الف مليون مبروك ل matière اهلوية على الدرع العام إن شاء الله